معارض متنوعة وأكاديمية صيفية وغيرها من الأنشطة فإن أيكولوجيات ما بعد الاستعمار تحاول أن تتحدث عن كيف أثر الاقتصاد الاستخراجي أو الاستخلاصي على النظم الإيكولوجية المحلية وانطلاقاً من العنف المعرفي الذي يتم من أجل إخضاع أشكال الحياة إلى قواعد السوق فإن نظم المعرفة المحلية المتجذرة في الأرض كمصدر للحياة هو الأساس وبالتفكير في إطار فانون ندعو المشاركين إلى التفكير في عمليات التحرر من الاستعمار والمشاركة في أنشطة تقر بأن الأرض هي أهم قيمة لدينا وهي التي تحبل الذاكرة وهي موقع لاستعادة الحركة المناهضة للاستعمار إن هذا البرنامج متعدد الأشكال يستكشف طرق راديكالية في التنظيم التي تركز على التعاون ما بين الجميع سلسلة بناء العالم أثناء اليقظة من تنسيق كريم استفان في سياق مشروع معرض إيكولوجيات ما بعد الاستعمار تأتي هذه المحاضرة كريم استفان هو كاتب محرر وناقد فني ويعمل على شهادة الدكتوراه في جامعة براون وهو يبحث في شاعرية بناء العالم في الثقافة البصرية الفلسطينية الآن نعطي الكلمة لكريم الذي سيحدثنا عن سلسلة بناء العالم أثناء اليقظة ويقدم لنا ضيفنا تي جي تيموس كريم لك الكلمة شكرا لك جود وشكرا لفريق دارة الفنون على استضافة تي جي تيموس وهذا البرنامج أهلا وسهلا بكم في هذه المحاضرة الثانية من سلسلة بناء العالم أثناء اليقظة التي تقدم فنانين ومفكرين الذين يتخيلون عوالم تتخطى النظم الاستعمارية والرأسمالية التي تعرض أشكال الحياة على هذا الكوكب الخطر يسعدني أن أرحب بتي جي تيموس الذي كتب كثيرا عن الثقافة البصرية والتغير المناخي واقتصاديات الحرمان وأثر علي كثيرا سأعرفكم عنه بعد قليل لكن لدي بعض الإعلانات عن هذه السلسلة لمن حضر محاضرة ناديا سبيتي عن أدب الخيال العلمي العربي في الشهر الماضي فهي قد أعدت قائمة بالمراجع باللغتين العربية والإنجليزية ويمكن لكم أن تجدوا هذه القائمة قائمة المراجع على موقع دارة الفنون بالإضافة إلى فيديو المحاضرة التي قدمتها إذا لم تشاركوا بها وبعد تي جي ديموس في الشهر المقبل سنستمع إلى فيفيان سانسور وهي التي أسست بنك البذور الفلسطيني أو مكتبة البذور الفلسطينية واليوم أنا سعيد باستضافة تي جي ديموس وهو أستاذ تاريخ الفن في جامعة كاليفورنيا سانتا كروز وهو المدير المؤسس لمركز الإيكولوجيات الإبداعية التابع لها يبحث تي جي في تقاطعات الثقافة البصرية والسياسات الراديكالية والإيكولوجيا السياسية وخصوصا المعارضة منها للرأسمالية العنصرية والاستعمارية وقد ألف العديد من الكتب من بينها ما بعد نهاية العالم فنون الحياة على المفترق أو فنون العيش على المفترق إصدارة جامعة ديوب وتصفية تحرير الاستعمار من الطبيعة الفن المعاصر الإيكولوجيا السياسية لألفين وستة عشر وضد الأنثروبوسين الثقافة البصرية والبيئة اليوم من منشورات ستورنبرغ ألفين وسبعة عشر أضيف أنني تعرفت على كتابات تي جي ديموس في كتابه الذي صدر في عام 2013 عن فن التوثيق في إبانة الأزمة العالمية ونحن في المنطقة أيضا نعرف من كتاباته عن فنانين مثل أميلي جاسر أحلام الشبري وجيل ما بعد الحرب الجيل لبناني ما بعد الحرب من الفنانين طبعا وأنا بالنسبة لي اعتمدت كثيرا على ذلك الكتاب في أبحاثي التحدث عن مفهوم التفكير في الجماليات وتصورات فلسطين وذلك في تحليله لرفض المجموعات المحلية للمأساة في مخيم جنين قدرة تي جي على الكتابة بشكل دقيق عبر الثقافات وعبر التاريخ مثير جدا للاهتمام وهو تحدث عن سياقات من البرازيل إلى الهند إلى مناطق مختلفة وهو حرر مؤخرا شارك في تحليل دليل راوتلج للفن المعصر والثقافة البصرية وتغير المناخ الذي يستر هذا العام وتنا أيضا يعمل أيضا على كتاب جديد عن التصورات المستقبلية الراديكالية سيتحدث تي جي عن الأسئلة الأساسية المتعلقة في كتابه الأخير ما بعد نهاية العالم وقال بأنه معني بفتح الباب أمام الحوار هنا بالتالي سنطرح عليه الأسئلة بعد تقديم محاضرته وسيكون هناك مجال لطرح الأسئلة بعد المحاضرة شكرا لك يا كريم وشكرا لك يا جود أنا سعيد بتواجدي معكم شكرا لدارة الفنون على هذه الدعوة يشرفني أن أتحدث معكم هنا وأود أن أعرف المزيد عن هذا المعرض معرض إيكولوجيات ما بعد الاستعمار أعرف أنه سيستمر حتى سبتمبر أيلول المقبل شكرا لك على هذا تقديم أيضا كما قال كريم سأتحدث عن كتابي الأخير أو مش كتابي الأخير ما بعد نهاية العالم سأشارك معكم الشاشة شاشتي هذا العرض سيستمر لمدة 25 دقيقة وبعد ذلك سنفتح الباب أمام النقاش ويسعدني الإجابة عن أسئلتكم نحن الآن وصلنا إلى النهاية نقطة نهاية الديمقراطية الليبرالية ورأس مالية نقطة نهاية الكوكب البارد أو الأنثروبوسين نهاية العالم كما نعرفه انهيار البيئي الكارثي جائحة عالمية عمليات الاستخراج النيو استعمارية حكم اللغارثمات والخوارزميات الرأسمالية الأرقية والكارثية والشعبوية المناهضة للمهاجرين والحروب التي لا تنتهي هي بعض القوى التي تشكل هذه المرحلة المفصلية وبالنظر إلى هذه الأزمة الاجتماعية الإيكولوجية المبنية على أساس عمليات الإبادة الاستعمارية التاريخية وإبادة الإيكولوجيا والعبودية العابرة للأطلسي كيف يمكن أن نفكر بما يأتي بعد ماذا عن العوالم المختلفة التي انتهت وكذلك كيف نتصور إمكانيات الراديكالية لما لم يحدث بعد كيف يمكن أن نتخيل مستقبل متحرر لمعالجة هذا الموضوع كتابي الأخير يركز على الأزمات البيئية والاقتصادية والاجتماعية السياسية على أنها تقع على تقاطع يمكن له أن يحفز أبحاثا مقارنة ومتعددة التخصصات وبقيامنا بذلك نركز على نماذج للممارسات الجمالية حيث يتم إعادة تكوين الحياة بطرق تحدد ما هي المشاكل التي تهدد وجودنا كما نعرف كذلك توفر لنا مقاربات متنوعة لمستقبل مشرق مستقبل فيه أمل حيث يمكن لهذا الأمل أن يضم يده إلى خيال تفكري بالممارسة المادية للعيش والحياة والتي يمكن أن تحملنا إلى مرحلة ما بعد نهاية هذا العالم إذن على مدار عدة فصول هذا البحث يعالج مشاريع الفيديو لجون أكم فراو وأرثر جافا بعنوان الرسالة هي الحب الرسالة هي الموت وكلها ولكن بطرق مختلفة تعيد تفكير أو تعيد إدراك معنى المناخ وتحمل هذا المصطلح إلى بناء العلاقة المترابطة مع الإيكولوجيات الاجتماعية الثقافية لرأس المال العرقي والعبودية وإرثها بالإضافة إلى سياسات الهجرة المعاصرة وسرديات أو روايات الإبادة الجماعية كلا المشروعان يختبران بصريا الكوارث التي تتحدث عن نهاية العالم بمصطلحات تتخطى المصطلحات البشرية وتدمج ما بين السياسة الحيوية السياسة البيولوجية والقوة البيولوجية في الفصل الأول أعالج مسألة التحول الصناعي والتحول العسكري الذي يهدد بالتغيير غير البشري بالإضافة في الفصل السادس أتحدث عن جافا وعن العنف المبني على العرق وكلها على خلفية تصورات المستقبل البيضاء أو الهندسة الجغرافية والأنثروبوسين النيو لبرالي جافا وأكمفرا كلاهما يلتقطان مستقبل تحرري يتخطى كارثة إيكولوجيا رأس المال وعمليات التشيئ العرقي والبشري وتقترح مواقعا للتضامن أما الفصل الثاني فيبني على هذا الأساس ويعالج مسألة الاستخراج صناعات الاستخراج كمنطق لنظام الاقتصادي الحاكم ويربط ما بين عمليات التعديم للموارد مع حوكمة الديون واتفاقيات التجارة غير المنصفة والسيطرة المالية النيو كولونيالية هذه المشاريع مشاريع أنجيلا ماليتوبلوس اللورا وكالزاديلا تستكشف جغرافيا النزاع في أماكن مثل اليونان بورتوريكو وتارساند في كندا والغانج برامبوترا دلتا في بنجلديش وتكشف ما يسميه أكيلين بيمبي كيف يصبح العالم أسود وهو مقترح معقد لعولمة جديدة أسميها منطق عرقي جديد لغياب العدالة المناخية وجماليات تحرر ما بعد الاستعمار بالنسبة لتحليل بيمبي لهذا النوع الجديد من الوجود الوجود بدون مستقبل وكأنه وجود دون مستقبل أضيف التعرض لمناطق استخلاص النفايات والأجواء المستعمرة والسموم التي تحيط بنا وكوارث وطوارئ الصحة العامة حيث نصبح سود أي بمعنى هذه العملية دليل عليها هو التلوث في المدن وتدهور المياه وسوء إدارة النفايات والأجسام المريضة والتي أيضا معرضة لكثيرا من الديون مع أن هذه السلبية لا تعرف بالضرورة هذه الفئة كما سنرى لاحقا ومع أن هذا يتوسع على الصعيد العالمي إلا أننا ما زلنا معرضين لهذه الهشاشة لغياب الحماية للموارد والعلاقات ما بين هذه الدوائر للتسليع والخصخصة والاستخراج استخراج الموارد وبعد ذلك في فصول مختلفة أعالج سياسة البصرية للمهاجرين البيئيين وكيفية إنقاذ البشرية وكما نرى في الأعمال الانتروبولوجية لكولكتيف أرغوس فإن هذه الصور المهاجرة غالبا ما تغطي على القوى الهيكلية التي تقف وراء عدم المساواة التي نعتبر أن الغرب ضالع فيها وذلك من خلال تمويه ذلك وراء الإعلام وراء الصور المألوفة للوشوه والسرديات المألوفة وبناء على هذه التوشهات الفصل الثالث يركز على تصورات الأسباب وما يأتي بعد ذلك بناء على أعمال أودري كوين جاكي روش وتادي كروز وفونا فورمان في الفصل السادس أحاول أن أستعرض مختلف الاتجاهات ويرفض تحليل أي تسارع مستقبلي مبسط للأمور وأفعل ذلك من خلال التساؤل حول كيفية تحديد العدالة لنفسها كتكنولوجيا اجتماعية من مختلف الأطياف ومن خلال التفكير في اعتبارات الإعلام الاقتصادي وألعاب الكمبيوتر كمواقع افتراضية للتمرس التقدمي في البيئة السياسية وهذا ما نجده في التعاون بين الفلاندرز وتاميرا ساباتسكي وفي الفصل الخامس من كتابي التطرق إلى السياسة الكوزمولوجية الحيوانية فأستند إلى العمل الاختباري الذي قامت به لورا جوتافسون وتاريكا هابوجا التي تدمج بين الجماليات والسياسة في محاولتها إعادة بناء المؤسسات القانونية والثقافية فتقدم لنا تشكيلة سياسية اجتماعية راديكالية لهذا العالم المستقبلي الجدلية التي أناقشها في الكتاب تركز على الإقصاء العرقي والعنف الاجتماعي من خلال البحث في الإيكولوجيا بمختلف أبعادها ومن خلال الربط بين الاستغلال ما بين البشر ونزع الطابع البشري وعن التدمير البيئي وعملية التفاعل أو عدم التفاعل بين العالمين الحيواني والإنساني في الفصل السابع وهو الفصل الأخير استعرض الأليات الاجتماعية الاقتصادية من الحياة غير الاستخراجية وكذلك الحياة بمختلف أشكالها الابتكارية الأشكال البشرية وغير البشرية وهنا أوسعوا نقاش السياسة الكوزمولوجية لكي أنتقل إلى تحول بيئي اجتماعي من خلال حشد النشاط الفني وأخذينا بعين الاعتبار أيضا الحركة الدولية للتحرر المؤسسي من الرأس مالية النفطية إلى نموذج أكثر إيجابية وأستعرض كذلك منطقة المنطقة المستقلة الأكبر في أوروبا وكذلك الاختبارات البيئية ما بعد الرأس مالية المعروفة بزاد أو العوالم الناشئة التي تأخذ بعين الاعتبار تقاليد المقموعين على مدى العصور ما هو العالم إذن على ضوء هذا استعراض الموجز لكتاب ليس هناك من إجابة بسيطة أو مقتضبة أي فهم يبدأ بتركيب لا متناهن من الأشكال السردية ومن سلالات الإنسان وممارساته لابد من سردية بصرية سماعية ومن تشكيلات أدبية تتجدر في مختلف الثقافات وتشكل أسليب حياة تكرست عبر الأجيال وهي تساهم بالضرورة في أو وهي تخرج من النزاعات العنيفة وتشكل عوالم تتنافس مع بعضها البعض كل منها يجتمل على اعتباراته السياسية الجغرافية وعلى أنماطه الخاصة من التملك والتمدد في الزمان والمكان هذا العالم بالرغم من صغره وبالرغم من صعوبة الإنساك بكليته يحمل قيما توسعية مهمة بالنسبة إلى كريستيان بيرانتي هذه الملاحظات تنقلنا إلى ما يسميه بالطلاق الكارثي لتغير المناخ والتوسع وكذلك تزايد الافتقار أما إيزابيل ستانجرز فهي تتحدث عن البربرية الآتية في أوراقنا حيث أن القوى السياسية الرأسمالية تسيطر في وقت يهدد مرحلة ما بعد الديمقراطية وذلك يمثل تهديدا برهاية العالم لدعم مصالحهم المالية بما في ذلك مصالح القوى التكنولوجية التي لا تحرك ساكنا لمعالجة التباين الاجتماعي والاقتصادي ورهاب الأجانب ورهاب المهاجرين ولا تحرك ساكنا كذلك للتصدي للذين يتسببون بانبعاسات غزة الدافئة باختصار نحن اليوم نشهد حدثا تاريخيا نشهد حدثا يغير معالم العالم وأنا أعتبر أن التحدي هنا يكمن في حدود المعرفة بحد ذاتها وأستند في تفكير هذا على ما يقوله كل من ديبورا دونوفسكي وإدواردو في فييروس ديكاسترو في دراسة أخيرة عنوانها نهاية العالم ففي هذه الدراسة يشرحون كيف أن الجيولوجيا تطلاق مع نهاية الكوكب بحيث أن عدم اليقين بحد ذاته يتحول إلى دليل عن البعد الزمني وهذا يختلف عن كل ما عهدناه قبلا بالتالي أن المستقبل القريب يصبح غير قابل للتوقع وهو يخرج عن الإطار التقليدي للخيال العلمي الزمان بحد ذاته معرض للخطر تماما كالخيال وهذا يذكرنا بمفهوم أميتاف جوش في كتابه الذي يشير ليس فقط إلى الخلل الحالي في المنظومة الطبيعية للأرض وكيف أن المواسم بحد ذاتها قد تخلخلت اليوم ولكنه يشير كذلك إلى أنماط الإنتاج الثقافي التي ما زالت تهيمن اليوم وتكرس هذا الخلل ذلك يذكرنا بأنه علينا أن نعول على بيئة ثابتة لكي نؤمن أرضية ثابتة لإخبار القصة البشرية وأن وأن الخيال العلمي الحديث أو الأدب العلمي الحديث فشل إلى الآن في تجسيد هذا التحول لماذا؟ غوش يعتبر أن المسألة الأهم هنا التي تواجهها الثقافة بمعناها الموسع هي على الأرجح أن أزمة المناخ هي أيضا أزمة ثقافة وبالتالي هي أزمة خيال ومع أنني أوافق على أن هذه المسألة ملحة إلا أنني أعتمد في كتاب مقاربة مختلفة فإذا ما نظرنا عن كتب إلى الأشكال التجربية للفن المعاصري والثقافة البصرية بدل أن نحد أنفسنا بما يسميه غوش الخيال الجدي بإمكاننا أن نرى أن الممارسات الثقافية تتعامل بالفعل مع تفكك المناخ أو تغير المناخ بما في ذلك نهاية العوالم التي نعرفها وبداية عوالم جديدة تلهمنا بأشكال كثيرة هذه الممارسات تعرف كذلك تحولات جذرية كامنة وهذا ما يجعلها غير واضحة للعيان على الأقل بالنسبة للمؤسسات التقليدية وتحليلات التقليدية للتاريخ والفن ولكن إذا ما نظرنا عن كتب نلاحظ أن الأمثلة الأكثر جاذبية للإنتاج الثقافي المعاصر تقدم لنا تصورا دقيقا للحدث السياسي الكوزمولوجي الموسع وتوفر مختبرا مبتكرا لهذه العوالم الجديدة يذكرنا بالنهاية وبالهدف التحرري هدف الفن في هذه المرحلة المحورية من تاريخنا أو على الأقل هذا ما أحاول أن أشرحه في كتاب إن مخاوفنا الحالية من نهاية العالم تدخل بالتالي في تأطير تحدده الأصوات 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 التي تعبر عن قلق الذين عانوا من العنف الاستعماري وعانوا كذلك من فضاعة تحول المناخ ومن العسكرة ومن جرائم الإبادة الجماعية وكل ذلك يعرض للخطر البيئة الهشة ويهدد الحياة الأصلية بكافة أشكالها فالشعوب الأصلية مثلا سبق لها أن عرفت عددا كبيرا من النهايات وبالنسبة إلى هذا التداخل بين العوالم والنهايات زو تود يسأل أو تسأل عفوا ما الذي يعنيه الخطاب الذي يتناول النهاية الكارثية للزمن والتغير الكارثي للمناخ على مدى الخمسمائة سنة الأخيرة في حين أن الشعوب الأصلية تواجه نهاية العوالم والاستعمار بكل شنعته منذ سنوات طويلة ما الذي يعنيه قصص من هذا النوع بالنسبة إلى الحاضر والمستقبل وإجابتها التي أتفق معها هي بالتركيز على أن نأخذ بالاعتبار القصص المتعددة والجغرافيات والزمنيات المتعددة كتطور للركام الذي يلهم حاضرنا وكتقدم كذلك لا يمكن أن نعزله عن الوضع المناخي علينا أن نفكر في نهايات متعددة لعوامل متعددة وأن نربطها ببعضها البعض بشكل يمكننا أن نتعامل مع التحديات الحالية والمستقبلية مقربتي تعيد التفكير بالإيكولوجيا السياسية بقدر الممارسة الجمالية بالنظر للشرخ الكبير المرتبط بالانهيار المناخي وأحداث نهاية العالم الخطوة الأولى هي تطوير ما أسميه الإيكولوجيا كتقاطعات وهي ضرورية من أجل التغلب على التكرارات المختلفة لثنائية الطبيعة والثقافة وأيضا التأطير المبسط للإيكولوجيا كما نجدها في التعبيرات المختلفة لرأس المالية الخضراء أو الأخضر والمنطق التكنو علمي وتاريخ الفن البيئي وأنا أعتمد أيضا تحدي للمركزية الأنثروكولوجيا أو علم الإنسان التي تقف حائلا أمام العدالة الاجتماعية والسياسات العرقية والنظريات وبناء على النسوية السود أو الفقه الأمريكيين من أصل أفريقي ورفضهم للفصل ما بين القوى المناهضة للعرق أو رفض العرق وأيضا بناء على الجنس هذه التقاطعات تركز على ما تسميها مصفوفة القمع والتي تطلب منا أيضا أن نربط ما بين المطالب العدالة وبينما النقد الماركسي لرأس المالية لرأس مالية ربطت اعتبارات إيكولوجية في منهجياتها ولا يوجد نقاش فعلي عن كيف تشكل هذا الاتحاد العرقي أو الاستعماري حتى في الدراسات المناهضة للاستعمار أو دراسات السود أو السكان الأصليين والتي ركزت على نواقص الأولويات التي تركز على الطبقية على الصراع الطبقي في نفس الوقت ومع أن الحركات البيئية تقوم بعمل هام في معالجة العدالة البيئية أو شواغل العدالة البيئية خاصة في داخل مجتمعات الملونين أو السود لا يوجد تفكير عابر لهذه الاختصاصات في جهودها للعمل على انبعاثات الغازات مثلاً أو انبعاثات الكربون للتفكير بالمناخ على أنه مناهض للسود أو تفكير بعلم الاجتماع الإيكولوجي على أنه مقاومة مناهضة للعنصرية هو تدخل هام وكبير في الخطاب السائد البيئي ويرفض إيكولوجيا الترف وتخصصها وإضافة إلى رفض استدامة الحركة البيئية التي المصابة بعمى الألوان في نقد حتى ما يسمى بأكستنجشن ربليا أو الثورة ضد الإبادة أو الإنقراض أنا أجد هذا تمييز مهم خاصة إذا كنا لا نريد أن نديم هذه المثالية الخادعة لفكرة الطبيعة وكأنها خارج وليس داخل السياسة والثقافة وبعض الأفكار من الأنثروبوسين هامة في تجنب مثل هذه الثنائيات أنا أجد أفكار أشخاص مثل كريستينا شارب وستيفانو هارني وفريد موتن أساسية في تحريك هذه اللغة عابرة للتقطعات من أجل لمقاومة هذا التقسيم ما بين الطبيعة وتطبع الطبيعة والثقافة والتركيز على نقد هيكل يربط ما بين العنف العرقي والتمييزي على أساس الجنس أو العرق وهذا العنف مع التدمير البيئي الأوسع وتوسيع شروط الحديث عن المناخ لتشمل عوامل مثل الطقس الذي يؤثر على النفسية والتجليات البيئية الجمالية والتي أصبحت تم تطبيعها عبر الزمن ولكن كلها تحتاج إلى نقد هذه التحولات المفاهيمية للإيكولوجيا بالنسبة لي أرى أنها تأتي متوازية مع التحولات المعاصرة للفنون كما يعبر عنها الممارسون لهذه الفنون التي نتحدث عنها هنا إلى مواقع لابتكار موسع دون حدود تضعها المؤسسات التجارية التي عادة ما تصنع منتجاتها وكأنها منتجات للزبائن الأثرية كذلك أنا أرى الممارسة الجمالية على أنها متميزة عن نماذج الفن الناقد الإيكولوجي أو تاريخ الفن الناقد الإيكولوجي التي تحول الإيكولوجيا إلى موضوع متخصص وكأنه غير بشري ويصور هذه الإيكولوجيا بشكل يضع حدودا على علاقتها الراديكالية مع الإطار الفني النتيجة إذن تقلل من أهمية الإنهيار المناخي وأثرها على التحول وتساهم في التطبيع المؤسسي وتهمل تدخلات الفن الأهم والأكثر طموحاً ضمن الإيكولوجيات الاجتماعية لرأس مالية العرقية أو الاستخراجية في قراءتي أرى أن الفن يعرف الممارسة التجربية لبناء العالم التي تولد قيماً ثقافية مبنية على أساس العدالة هذه الممارسة تشمل المعرفة النقدية والمعرفة التفكرية وبناء هذا الفكر داخل أو بشكل متوازن مع الفعل والحركات الاجتماعية ودائماً ما يكون له طموح بالتفاعل مع الأفكار الجديدة بكلمات أخرى هذا ما أسميه الإيكولوجيات الإبداعية ممارسات تربط ما بين الجوانب الجمالية والعملية والتي تنتج أو تولد المعرفة والعدالة بين مساحات مختلفة مساحات الخبرة والمعرفة والتي تنتج عوالم عادلة أو عالماً عادلاً يمكن أن نفكر بالمستقبل مع الفنانين والصحفيين والموسيقيين وغيرهم من الممارسين في هذا المجال بعضهم يساهمون في هذه الحروب العالم اليوم نرى بعض مناطق الصدع في أوقات الأنتروبوسين هذه وفي مناطق الصدع هنا نجد عالم يمكن أن يحتوي عوالم متعددة ونرى أنه يبدأ بالظهور شكراً شكراً لك يا تي جي شكراً على هذا العرض لجوانب مختلفة من كتابك لدي الكثير من الأسئلة التي يمكن أن أطرحها وأنا متأكد أن هناك الكثير من الأسئلة أيضاً تقتر على بال المشاركين نبدأ نبدأ بمسألة التصور المستقبل أو تحدثت عن مستقبل أكثر أملاً من خلال ممارسات عيش مختلفة ممارسات إبداعية ممارسات اجتماعية وعرضت علينا ممارسات إبداعية موجودة خارج المؤسسات الفنية والمندمجة في صراع ونضال المستمر إن كان ضد خط أنابيب نفط أو لحماية مناطق مستقلة كذلك ذكرت عمل Arthur Jeff في مسألة ما يسمى بالجيو إنجينيرين أو الهندسة الجغرافية أو والنماذج التي تملي من الأعلى إلى أسفل رؤيتها للمستقبل في كتابك استخدمت تصورات مستقبلية متنازعة هل لك أن تحدثنا عن تصورات المستقبل أو الأمل في هذه التصورات المستقبلية وكيف يمكن أن تكون متنازعة شكرا لك يا كريم على هذا السؤال الذي يفتح أبوابا كثيرة خاصة حول أمور أفكر بها بنسبة لمشروع كتابي الجديد الذي سيعالج ما أسميه التصورات المستقبلية الراديكالية أو الجدرية مستقبلية الراديكالية في وقت نواجه فيه حقيقة أن المستقبل تم استعماره في واقع الأمر وكتب الكثيرون عن هذا الموضوع كما تأملوا به كثيرا في العقود الأخيرة بدءا بفريدريك جيميسون وبيفو ومايك فيشر والكثير من الشخصيات والباحثين بما يشمل باحثين من السكان الأصليين الذين يقولون بأننا نعيش في مرحلة ما بعد نهاية العالم أو بعضنا أو بعضهم يعيشون في مرحلة ما بعد نهاية العالم حيث المستقبل تم استعماره في واقع الأمر وتم تعطيله التحدي حاليا هو كيف يمكن أن نعيد اختراع أشكال من الوجود الزماني بحيث نستعيد سلطتنا على المستقبل بحيث ننادل ضد حرماننا من هذا المستقبل وهذا يأخذنا إلى الوضع الذي نجد فيه مستقبل رأسمالي يعتمد على التكنولوجيا ودراسة الجينية مسألة اللغارثمات والخوارزميات والذكاء الاصطناعي هذه المستقبلية أو الصرات المستقبلية التي يمكن أن نتنبأ بها بناء على هذا الإساس وكأن المستقبل يمكن أن نقوم أن نخضعه لدراسة مخاطر لكي نحيد أي مشاكل لكي يكون هناك مستقبل احتمالات وليس مستقبل غير مضمون أو مستقبل محفوظ بالمخاطر هذه هي الشروط هذه الظروف التي وضعتنا فيها الرأسمالية الرأسمالية تتخيل نفسها باتجاه مرحلة ما بعد التاريخ مرحلة دائما بعد التاريخ حيث لا يوجد أي تعطيل لاستمراريتها أو استدامتها مع الزمن وأنا أعيش هنا قريبا من سيليكون فالي في سانتا كروز وهناك الكثير من الموارد المخصصة في سيليكون فالي لهذه المشاريع لتحدي ظروف الكوارث التي نواجهها وانهيار المناخ أيضا بالتالي لا نتفاجأ بأن هذه القوة تسعى للخروج بتكنولوجيات لسيطرة على المناخ من شأنها أن تقوم بالتخفيف من آثار الكوارث المناخية أو حبس الكربون لكن الأهم من ذلك ضمان استمرارية نماذجهم الاقتصادية والسياسية بالتالي الهندسة الجينية من بين الشروط التي بدأت بتفكير بها في كتاب المقبل وسأتها الثانية في كتاب المقبل هذه المعركة هذه الحرب العالمية حول ما هو العالم الذي نريد أن نعيش به هذه الحرب التي نخذها اليوم لا أعتقد أن هذا كان هدف أرثر جيفا على الإطلاق هذا الفيديو الحب هو الرسالة الرسالة هي الموت يتحدث عن هذا الموضوع بشكل عجيب بشكل رائع يولد أفكارا حول ما يحدث فيما تعلق صورات المستقبل صورات المستقبلية الإفريقية ونوع الأولويات التي تتطور في سياق مثل هذه المقاربة للسياق الزمني مقارنة بالمستقبلية التي تعتمد على الهندسة الجينية بوجود سيليكون فالي بوجود الهندسة الجينية نرى توجها بيئيا بتعريف ضيق الأفق تكنقراطي لا ديمقراطي تقوده الشركات تقوده الدول المتقدمة ومشاريع البحثية لمعالجة تداعيات غير المناخ مقابل مستقبلي أو صور مستقبلي إفريقي يضع أولوية للعدالة الاجتماعية العرقية 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 الاقتصادية بالتالي أعتقد أن التحدي أمامنا اليوم هو كيف يمكن لنا أن نحرك ونحشد الثاني من أجل القضاء على الأول قبل أن ندخل في عالم من القضاء على الناس من خلال حرمان مجموعات كبيرة من مستقبلهم آسف على هذه الإجابة الطويلة لكنه سؤال كبير أما من حيث أملي للمستقبل أو تصورات المستقبل هناك مقاربات مختلفة للأمل هناك مقاربات أيضا نقدية البعض يعتبر أن الأمل هروب وأنه معطل للقوة أو القدرة على التصرف وهناك طرق أخرى قد تكون أكثر ناقدة ومتجسدة وهذه هي التي أراها أساسية التفكير بالأمل على أنه ممارسة مادية الأمل ليس هروب الأمل ليس تأمل أو تفكير الأمل له تداعيات مادية وهو مرتبط بالحركات الاجتماعية بالنضال الاجتماعي وأعجبتني طريقة تعريف الأمل كما قالت إليزابيستينجر قالت الأمل هو الذي يصنع الفرق ما بين الاحتمال المحتمل والممكن يعجبني ذلك الأمل يصنع الفرق بين المحتمل والممكن نحن يمكن أن نجند الأمل في صراعنا الاجتماعي من أجل الطعن باستعمار المستقبل قبل أن نجيب على بعض الأسئلة التي تلقينها أود أن أذكر أنه لدينا جزء خاص بالأسئلة والإجابات بالتالي لا تتردد في طرح أي سؤال على تي جي وسننقل الأسئلة إليه حفو بالنسبة إلى ما قلته بشأن محاربة المستقبل الاستعماري هذا مهم جدا وقلت أن ذلك يتجذر في التفكير المستقبلي وتحدثت كذلك عن استعمار الوقت وأنا قد فكرت في بعض الكتاب يذكرون أن المستقبل هو نوع من قسم بحوث وتطوير في شركة معينة فهو يعمد إلى توقع المستقبل المحتمل لتحديد إمكانيات الاستفادة من هذه المستقبلات المحتملة وهناك بالطبع باحثون عدد يعالجون هذه المسألة أفكر في كتاب Migrant Futures حيث تتحدث الكاتبة عن المستقبل وأشكال المستقبل التي يمكن أن تطرح أريد أن أسألك ما هو تصورك للوقت هنا لقد ذكرت أن تخيل الوقت أو تخيل الزمن يتعرض اليوم للخطر وتطرقت أو تسألت في أي وقت نعيش نحن اليوم هناك باحثون من شارب إلى هارتمان يتحدثون عن ما بعد الحياة ويتحدثون عن ما لم يأتي بعد والحفاظ عن ما لم يأتي بعد ولكنك ذكرت أيضا في كتابك مسألة المراحل وتسمية كل مرحلة باسم مختلف من هنا السؤال كيف لنا أن نسترد الوقت أو الزمن الذي نعيش فيه وكيف يمكن لهذا السرد أن يؤثر على المستقبل الذي نتحدث عنه أو تتحدث عنه أنت في كتابك شكرا على هذا السؤال بالنسبة إلي على الأقل في هذا الكتاب أنا أفكر مع الأخصائيين الثقافيين الذين يبتكرون أعمال فنية ويشاركون في ممارسات قد لا يتم الاعتراف بطبيعتها الفنية بالإضافة إلى كل المناهج المتعلقة بالتفكير الاستشرافي للظروف التي يمكن أن تساعدنا على أن نفهم بشكل أفضل هذا التداخل التاريخي الذي نعيشه اليوم كيف لنا أن نسرد هذا الزمن لقد قصمت كتابي إلى فصول أستعرض فيها مختلف الممارسات وهذا هو هذه هي المنهجية التي اخترتها لكي أسرد الممارسات الحالية وأنا أقول أن هذه المقاربة تساعدنا على أن نفهم السبل التي يمكننا فيها أن نسرد ما يحصل حاليا في محاولة لمعالجة المسائل الملحة الكبرى توصلا إلى أفضل الدروس السياسية والاجتماعية لمقاربة هذا الموضوع إذن هناك أمور على المحك في هذا الكتاب وهناك عدة سرديات تتنافس مع بعضها البعض وأنا من خلالها أتحدى السرديات الأخرى التي أجدها تطرح إشكاليات مختلفة مثلا في عرضي كنت قد ذكرت عمل جوش الذي وهو كاتب أمريكي من أصول هندي وفي كتابه The Great Derangement يعتمد مقاربة يسرد فيها الوضع البيئي الذي نعيشه اليوم ويشرح كيف تدخل الممارسات الثقافية في هذه البيئة أنا أنظر إلى الموضوع من منظور مختلف أنظر إليه من منظور وسائل الاتصال المتعددة وهو يتحدث مثلا عن الخيال الجدي هذا مثال عن الاختلافات السردية أو التحديات التي يضيء عليها الكتاب ولكن ما أجده ولكن ما أجده مثيرا للاهتمام هو أن ندخل في عمق الفهم التفسيري للأعمال الفنية لكي نفكر فيما تقترحه فيما تحاول تحقيقه ما هي المجالات الجديدة التي تفتحها وما هي القصص التي تخبرها وكيف يمكننا أن نضيف إلى هذه القصص أو أن نبني عليها الزخم بالطبع يتراكم ويزداد وهذا ما يسمح لنا أن نتقدم بمطالبات موسعة حتى ولو لم تكن لم يكن هذا التحليل تحليلا شاملا ونهائيا شكرا ولدينا بعض الأسئلة من المشاركين سأبدأ بطرحها عليك لدي سؤال هل يمكنك أن تخبرنا عن النظرة الآملة إلى المستقبل ويهمني بشكل أساسي أن أعرف كيف يمكن لهذا التفاؤل أن يستند إلى توسيع ما نعتبره ممارسات فنية وما هو دور تاريخ الفن في هذا السياق جزء مما أحاول قوله يتعلق بالتحديات التي علينا أن نتخطاها لكي نحدد ظروف المستقبلية المتفائلة أو الآملة ولكي نلهم ليس فقط التحليل ولكن كذلك لكي نلهم فهمنا للواقع الحالي والممارسات التي يجب أن تحصل بالضرورة أعتقد أنني أعتقد أنني بالتواثق اليوم أنه علينا أن نتحد مفاهيم الرأسمالية الاستعمارية وهذا بحد ذاته ليس أمرا نجده ببساطة أو نجده غالبا في الممارسة الفنية أنا هنا لا أدعي أنه علينا أن نفعل كذا أو كذا ولكن ما أجدهم مثيرا لأتحدي هو مثلا كيف يمكن للفن بمعناه الموسع وليس كفئة ممأسسة إذن كيف يمكن للفن بمعناه الموسع أن يعتبر كممارسة جمالية تعيد تشكيل فهمنا وما هي الرغبات التي يمكن أن تلهم العالم الذي نعيش به وأي عالم نريد أساسا أن نعيش فيه كيف بإمكاننا إذن أن نبحث عن مفاهيم جديدة ومصادر إلهام جديدة وطرق جديدة وممارسات جديدة تسمح لنا بأن نشرع خيالنا بشكل راديكالي وهنا براديكالي أعني من خلال الابتعاد عن الرأس المالية الكولونيالية وطريقة تقطيرها لحياتنا اليومية هذا هو التحدي الأساسي الذي على أساسه بإمكاننا أن نطور مستقبلية أملة أو متفائلة عمليه بمثابة اقتراح أحاول أن أتقدم باقتراح متعدد الاختصاصات وأحاول من خلاله أن أقول أنه من خلال هذه الممارسات بإمكاننا أن نرى الخلل الضروري يحصل ويعطينا فكرة عن الطريقة التي علينا أن نعبرها لكي ننتقل من عالم الكوارث والمآس إلى مستقبل أكثر إشراقا يقوم على العدالة الاجتماعية وعلى تعدد الأجناس وازدهارها في بيئة سليمة حتى ولو لم نكن نعرف تفاصيل هذا العالم الذي نستشرفه هذا أساسي في أملنا بالمستقبلية فإن أردنا للمستقبل أن يكون مبنيا على الأمل لا يمكن أن نحدد كل معالمه مسبقا فنحن ننطلق من موقف تشكل في إطار قمعي يخضع لإمبريالية الإستعمارية وبالتالي أن أملنا بهذا المستقبل يجب أن يحمل في كنفه بعدا من عدم اليقين عدم اليقين بما لم يتحقق أو ما لم يحصل بعد ويهمني أن أرى كيف سوف يتم تطوير ذلك عبر أشكال فنية وممارسات فنية مختلفة وأحد الأمثلة هو عمل كوجو مثلا الذي فكر طويلا بهذه المسألة وبطرق مختلفة وأعتقد أنهم يحاولون أن يطرح هذه الأسئلة الطموحة حول كيفية العمل في هذه الظروف لدي سؤال مشابه من الجمهور أيضا سأطرحه عليك بالاستناد إلى إجابتك روشين تسأل كيف بإمكاننا أن نحقق الأمل في مستقل من العدالة الاجتماعية على أنقاض الرأسمالية وأود أن أسأل ما هو المحرك هنا الذي تفكر به هل تفكر مثلا بتحالف أو اتلاف يضم كل الممارسات الاجتماعية التي تتصدى للرأسمالية الاستعمارية أو هذا هو سؤال من الجمهور ولكن قضا من شكرا على هذا السؤال المهم أن نحن الذي أفكر به هنا هو أن نحن الذي ينبثق عن تقاليد المقموعين أي ينبثق عن ظروف الرأسمالية الاستعمارية ورأسمالية التمييز العرقي ينبثق عن الذين عانوا وهم بالتالي على استعداد للالتزام في هذا النضال على أساس التعضد وعلى أساس هذا التعضد المتعدد الأعراق الذي يحدد السياسات التي تتحدى اليوم هذه الظروف ظروف تفوق العرق الأبيض مثلا وظروف استمرارية الاستعمار وظروف القمعية المفروضة بشكل موسع اليوم هذا بحد ذاته يمثل تحديا سياسيا بارزا في الوقت الراهن وهو يطرح كذلك ضرورة ملحة في التصدي لهذا الواقع لكي نخرج بسياسات جديدة وهذا ما نحتاجه اليوم ليس هناك من طريقة واحدة للمساهمة في هذا الموضوع لكل مننا أن يفعل ذلك انطلاقا من موقفه ومن تموضعه لا يمكن القول أن ثمة النمط فن واحد يعبر عن ذلك فهناك أساليب لا متناهية لتحقيق ذلك ولكن يجب أن نبقى نصب عيننا كيف لنا أن نطور ممارسات وأشكال حياة تقدم هذا النوع من الوجود وكيف بإمكاننا أن نحقق ذلك في الوقت الراهن وهذا يذهب في موازات تفكيك الاستعمار في الولايات المتحدة أفكر بمشاريع مثل ريد نيشن وبعض الأعمال الحديثة التي قام بها أشخاص من السكان الأصليين حول تنشكل الحركات النضالية أو حتى سياسات تقويض بعض الممارسات الاستعمارية فكل أنواع النضال هذه وحركات النضال تبني على التحركات الماضية ونسأل كيف لنا أن نساهم في ذلك وأن نبني نحن هذا النحن الذي يجب أن يقوم على المعارضة ويجب أن يبعدنا عن ظروف تفوق العرق الأبيض والاستغلال الرأسمالي هذه هي الممارسات التي تهمني والتي أهتم بتوسيعها وتحليلها بشكل معمق بالطبع السؤال هنا سؤال مفتوح ولكن برأيي التاريخ عادة يكون متحفظاً لذلك علينا أن أخذ بعين الاعتبار الضغوط المؤسسية وحدود هذا النوع من الخطاب لذلك بالنظر إلى الممارسات الجمالية وعلاقتها بما بعد هذه المرحلة يمكن أن نتوصل إلى الإجابة هذا السؤال مرتبط أيضاً بحديثك عن الموقع أو موقع كل شخص وهناك من يسأل لدي فضول حول موقعك أنت كشخص أبيض كرجل أبيض يستخدم الأفكار والاستراتيجيات والمعرفة من مفكرين من السكان الأصليين أو من السود فكيف ترى موقعك؟ نعم من المهم أن نفكر بهذا الأمر من حيث موقعي أنا الخاص أنا من الجيل الثاني أو الثالث من المستوطنين البيض في الولايات المتحدة الأمريكية وكبرت في نظام ذكري ما العمل ما العمل سوى أن ندرك ذلك وأن نفهمه ومن ثم نبتعد عن هذه الهياكل القمعية التي تقود إلى هذا الموقع الذي نجد أنفسنا فيه هذا يتطلب التزاما على أساس منظورنا السياسي وأرائينا السياسية سياسة التحرر تشمل مقاومة المزايا الشخصية التي نمتلكها والإرث الذي كبرنا معه أشخاص مثل فانون يتحدث عن أنه خائن مثلا للعرق أو من يخنون العرق أو التاريخ نعم نحن كبرنا في مثل هذه البيئة علينا أن نسائلها لكي نشارك في ما علينا أن نطوره الآن وهو تضامن ما بين الأعراق المختلفة في مناهضة الرأسمالية ومناهضة قمع الأعراق سياسة الهوية غالبا ما تقسم ما بيننا تفصل بيننا وكأن أولئك الذين يمتلكون هذه الهوية أو تلك يستطيعون أن يتحدثون عنها بتشكلة سياسية معينة أنا أجد كتب مثل أسعد حيدر الهويات الخاطئة أو المغلوطة وتعطي أساسا نقديا للتفكير بمقاربة مختلفة لسياسة تختلف عن سياسة المبنية على الهوية أو هناك أصول أيضا لسياسات الهوية وهناك كان مجموعة من السود الكوير المثلين الذين وجدوا هويتهم في السياسة في موقفهم السياسة لا يجدون سياستهم في هويتهم يجدون هويتهم في موقفهم السياسية أرى أن هذا مهم جدا لكي يكون هناك تحالف ما بين الأشخاص ربما كانوا من السود الذين يمكن أن يخذوا في تحالف مع أشخاص لا يشتركون معهم في هويتهم هذا هو التحدي الذي نواجهه الآن هناك أيضا عالمية ناشئة وهذا مصطلح جديد تعرض للنقد المحق مسألة يونيفرساليتي أو العالمية كناوع من الكولونيالية أو الاستعمار الجديد أو نية كولونيالية أو تشكيل إمبريالي يغطي على هوية محددة مسيطرة هي الرجل الأبيض من طبقة معينة لكن كيف يمكن أن نفكر بهذه العالمية بشكل ثوري ربما بأنها قد تعبر عن سياسة مختلفة مثل ماكس تومبا جودث بطلر وغيرهم يفكرون بهذا الموضوع وبرأيي أن هذا مهم أمر مهم يجب أن نعيد النظر به يجب أن نفكر به نوع جديد من التوجه السياسي يمكن أن يسائل العالمية التي تدعيها الرأسمالية وهناك سؤال من ميسون سكرية تقول لدي سؤال مرتبط بالتقاطع أو ما يسمى تقاطع ما بين حركة ديكونولايز أو نزع الاستعمار والرأسمالية والحراك لتغير المناخي ديكونولايز أو حركة نزع الاستعمار سيطرت عليها السياسة الهوية وكما ذكرت هناك تقاطع ليس فقط بين تغير المناخي والرأسمالية ولكن أيضا الاستعمار كيف يمكن للفن أن يحمل حركة مناهضة الرأسمالية أو تغير المناخي لحركة ديكونولايز أو حركة نزع الاستعمار هل يمكن للفن أن يقوم بذلك؟ وهنا ديكونولايز بكابيتل دي بمعنى أنها حركة تخلصنا الاستعمار الفن عليه أن يطعن بالفصل ما بين الخطابات المختلفة والممارسات الفنية حيث نجد في المقاربات التقليدية للفن وتاريخ الفن والفنون البيئية على وجه الخصوص لا علاقة لها بحراك نزع الاستعمار أو المطالبة بالعدالة أو أنواع النضال الأخرى وهذا له تاريخ طويل إذا نظرنا إلى حركة البيئة وحركة من أجل البيئة في أنحاء مختلفة من العالم حدثت أو بدأت هذه الحركة حيث كان هناك حراك صناعي رأسمالي واعن لأنه يستهلك الموارد بشكل سريع مثلا القضاء على الغابات جراء التحطيب في أماكن مختلفة من العالم من الهند إلى الولايات المتحدة الأمريكية هناك بدأت حركة الحفاظ على البيئة والحفاظ على الغابات ولكن حركات الحفاظ على البيئة متشابكة مع السياسة الاستعمارية على سبيل المثال في الولايات المتحدة الأمريكية المحافظة على البيئة حركة المحافظة على البيئة كانت جزء من المشروع الاستعماري من خلال تأسيس غابات محمية أو مناطق بيئية محمية ومحميات بيئية كلها كانت على أساس سلب السكان الأصليين من هذه الأراضي وإزاحة السكان الأصليين بشكل من الإبادة الجماعية في نهاية المطاف إزاحة من هذه الأراضي إذن الحفاظ أو هذه المحميات من بدايتها عملية الحفاظ على البيئة كانت جزءاً أو مؤطرة بمشروع استعماري عذراً يبدو أن هناك انقطاع في الإنترنت يبدو أن هناك مشكلة في الإنترنت لدى تي جي لا نستطيع سمعه أتصل بي ونأمل أن يعود خلال لحظات شكراً ها هو قد عاد عذراً يقول تي جي يبدو أن الاتصال مقطع ما من مشكلة كريم يقول كنت تتحدث عن السياقات الجغرافية مسألة المحميات والحراك البيئي وأنه جزء من مشروع استعماري استيطاني تي جي نعم هذا مستمر حتى الآن وحين نسمع من حركات البيئة وحركات المناخ بأن التحدي أو أن هناك طوارئ تتعلق بانبعاث الكربون هذا هو استمرار لتفسير ضيق الأفق للحراك البيئي ونرى أصداء ذلك في الممارسات الفنية بشكل نجد في أن الفنون البيئية وقد لا يكون ذلك قصدياً لكن نجد أن هناك انقسام أو تقسيم أو تصنيف إشكالي ويذكرنا بسياسة الصوامع سياسة القضايا الفردية وهذا نوع من العنف المعرفي برأيه جزء من هدفي في هذا الكتاب هو أن أطعن في هذا التقسيم في هذه التصنيفات كذلك في سياسة المتعلقة بالقمع العرقي لا يوجد أيضاً قضايا بيئية أو قضايا إثنية كيف يمكن أن نجمع بينها؟ هناك الكثيرون ممن يقومون بذلك وأنا أتصدى لهذا من خلال مجموعة من الاحتمالات الموجودة اليوم أو مجموعة منطقة هذا الكتاب يسعى للتركيز على هذه الممارسات وأن يوفر منهجية للتفكير بالتقاطعات الإيكولوجية من حيث المشاركة الجمالية في التقاطع مع قضايا مختلفة كريم شكراً حين تحدثت عن الحدائق أو المحميات في الولايات المتحدة الأمريكية ذكرتني بموضوع العكوب في فلسطين الذي أصبح ممنوعاً تمنع دولة إسرائيل قطف العكوب وتمنع السكان الأصليين من قطف العكوب الذي يعتبر أن وتعتبر دولة الاحتلال أن هذه العملية هي غير بيئية وأنها تغير المشهد الطبيعي ويستغلون ذلك من أجل سلب الفلسطينيين أراضيهم هناك سؤال أخير أود أن أسمع أفكارك حول دور الفنون في التفاوض على الحقيقة ما بعد نهاية العالم وهننا ربما قد ينطوي ذلك على شكل مختلف من التفاوض ما بين العلوم الاجتماعية والعلوم الطبيعية أنت ذكرت إشكالية النظر إلى الطبيعة في شكل يتخطأ الثقافة أرى أن هذه قضية هامة لكن ألا تعتبر أن هذا قد يخدع الطبيعة إلى خطاب يركز على الإنسان كريم هل لك أن تقرأ القسم الأخير مرة ثانية؟ ذكرت إشكالية النظر إلى الطبيعة بشكل يتخطأ الثقافة أو خارج الثقافة وأنا أجد أن هذه فكرة هامة جداً ولكن ألا ترى أننا نخاطر بذلك بإخضاع الطبيعة إلى خطاب يركز على الإنسان؟ لا أرى ذلك لا أعتقد ذلك يمكن وغالباً ما نكون محصرون بمعرفتنا الخاصة وهذا يقودني إلى سؤال يتعلق بالواقعية التأملية أو تفكير النظري أعتقد أن هذا ممكن والعلماء يعطون أو قدموا لنا طريقة للقيام بذلك لتطوير طرق للملاحظة لتوليد حقائق حول العالم بوعياً كامل لتدعيات الملاحظة قوة الملاحظة البشرية التي قد لا تنتج شكلاً نتيجة لهذه الملاحظات قد لا تنتج شيئاً ومع أننا حتى في عملية الملاحظة العلمية في مثلاً نظرية الكمية في عمل زميلي كانبراد هذا لا يعني أننا لا نستطيع أن نعرف شيئاً عن عالم غير بشري وعالم مستقل بذاته أو بوجوده أعتقد أن هذا مهم هناك مقال صدر مؤخراً عن نانسي فريزر باسم مناخات رأس المال نشرة في يستعرض الأنواع مختلفة من الطبيعة واشكال مختلفة من الطبيعة ويقول بأن هناك مقترحات مثل جيسون مورغ الذي قال في كتابه عن الرأس مالية في شبكة الحياة قال أن الرأس مالية فيها أمران الرأس مال والطبيعة والطبيعة والرأس المال وهذا له أصداء في أبحاث أنتروبوسي إذ لم يعد بالإمكان النفس بين البشري والطبيعي ويمكن أن يرى أنه لا يمكن الدفاع عن ذلك حين قام عندما يقترح مورتون أن نفكر في البيئة شيمن دون أن نفكر بالطبيعة أعتقد أنه يدخلنا هنا في مستنقعات مفاهيمية هو بنفسه قد وقع فيها وانتهى به المغطاف في أن ينتج إشكالية غير مقنعة بتاتا وعندما تقول نانسي فريزر وكينن برادس أن الطبيعة لم تتحول لمنتج بشري وما زال هناك حيز للطبيعة خارج سيطرة الإنسان أو البشر برغم من كل الضغوطات أن هذا النوع من الطبيعة البدائية ما زال يتطور نحن هنا لا نتحدث عن أشكال مثالية ولكن فريزر في تحليله يساعد كثيرا لأنه يصف مقاربة ليست أنتروبوسونية بحتة وبنسبة إليه لا تقصر الأمور على علاقة ثنائية والأرجح أنه علينا أن نتخطى حدود حديثنا اليوم لكي نسكر كل أغوار هذا الموضوع ولكن بشكل عام إذا ما أخذنا مثلا المستقبلية العددية أو المستقبلية الكمية لدى السود نلاحظ أنها تحاول أن تجمع بين مختلفة الشتات الأسود بما في ذلك علاقتهم مع التاريخ والوقت وأن أتربطهم ببعض المقاربات الحديثة وطرح أسئلة حول منظومة الحقيقة وعلاقتها أيضا بالزمان والمكان ما يقومون به ملفت بالفعل لأنهم يحددون شروط أي مستقبل عادل وبالتالي الحقيقة حقيقة هذا المستقبل العادل سوف تقوم على حقيقة مرتبطة بهذه الظروف وتحدد تصورا للتحرر على هذا الأساس وهذا بالرأي أساسي ويجب أن يكون متعدد الاختصاصات وأن يشمل كذلك العلوم العلوم من أجل الإنسان وليس العلوم لمصلحة الشركات أو الحكومات أو العسكرة أو الاقتصادات الاستخراجية هذا هو نوع الحقيقة الذي يهمنا الحقيقة التي تخصص للاستجابة إلى حاجات الشعوب وليس للإفادة مما تقدمه الطبيعة الحقيقة التي تستفيد من التحرر والانعتاق وليس الحقيقة التي يتم استخدامها كأداة للتقوقع أو للانصياع للظروف المهيمة حالياً لا أدري إن كنت قد أجبت على هذا السؤال ولكنه بالفعل يحفظ الكثير من الأفكار نعم شكراً على هذه الإجابة وما زال لدينا الكثير من الأسئلة برغم من أنه سيكون علينا أن نختتم قريباً ربما سوف أطرح عليك سؤال أو سؤالين وأنت تختار الإجابة التي تريد أن تقدمها بالتفكير بقدرة الفن على تحليل الواقع ومخلفات التاريخ بإمكانك أن تحدثنا عن كيفية تطوير الأمل كممارسة عملية والسؤال الثاني هو أود أن أعرف إن كان بإمكانك أن تخبرنا عن كيفية توليد الممارسات التحررية بالاستناد إلى مقاومة الديناميكيات التي ذكرتها مع أخذ البناء الحالية بعين الاعتبار لكي نفهم ذاتنا وعلاقتنا بالآخرين بشكل أفضل وكيف بإمكاننا أن نفكر بطريقة مختلفة في الوقت الذي نعتبر فيه نفسنا جزء من كل هذه التيارات المتداخلة نعم شكراً بالنسبة إلى السؤال الأول كيف لنا أن نفكر في ممارسات لا تحاول فقط أن تطور أشكالاً جديدة من الأمل بل أن تعترف كذلك بظروف الخوف أعتقد أن بلاك كوانتم فيوتر أو المستقبلية الكمية لدى السود قد تكون مثالاً معبراً جداً يمكن أن تزوروا موقع بلاك كوانتم فيوتر اسم فلديهم الكثير من الأشرطة الوثائقية وستلاحظون أن هذه المجموعة تعنى بالإرهاب العرقي وإرث العبودية وما بعد العبودية وعلاقة ذلك بالخوف من عنف الشرطة وأشكال عدم العدالة البيئية وإنعدام العدالة في الإسكان أيضاً إذن الظروف الحالية التي تشكل في الواقع الرأس مالية العرقية في الولايات المتحدة حالياً والمذهل في ما يقومون به برأيي على الأقل هو أنهم يطرحون علامات استفهام حول كل هذه الظروف ويرفضون الاستسلام لها ويبحثون عن سبل لتطوير أنماط ضمن هذه الظروف تسمح بحشد الخيال الموسيقي والفني نعرف أن الموسيقى جزء أساسي بالنسبة إلى وبالتالي ما يقومون به مفهومي وهو مرتبط بالنظرية العددية وهم يحاولون استلهام التقاليد الفنية والموسيقية وما يقومون به متجذر في ممارستهم العملية للأمل إذن هذه المستقبلية الكمية لدى السود معابرة جداً وعندما يتحدثون عن العلاقة بين الزمان والمكان والهرب من جيتوهات المستقبل الاستعماري هم يعملون أيضاً ميدانياً لمعالجة انعدام العدالة الإسكانية ومختلف الممارسات العقارية التي تمارس بحق السود في أمريكا وتخضعهم لنوع من القمع وتؤدي إلى مديونية كبيرة يعانون منها ويمكن أن نناقش ما الذي يعنيه ذلك وكيف يقومون بما يقومون به من خلال ممارسات على مستوى المجتمع المهم هنا هو أنهم يجمعون مفاهيم متنوعة حول العلاقة بين الزمان والمكان ويجسدونها في ممارسات تهدف إلى مساعدة الأشخاص الذين يعيشون في هذه الظروف ويناضلون لإنهاء انعدام العدالة الإسكانية وهذا مثال ممتاز عن ممارسة المقاومة وهو مثال يجيب كذلك على السؤال الثاني أما بالنسبة إلي أنا وإلى عملي شخصيا أعتقد أنه علينا أن نتجنب الثقافة والممارسات الفنية والأكاديمية الفردية التي تحاول الرأسمالية الحالية أن تروج لها وأن تفرضها علينا بالنسبة إلي في سانتا كروز من الأهمية بمكان أن أشارك في تحركات مجتمعية والأهم بالنسبة إلي في بيئة هو أن أعمل مع الديمقراطيين الاشتراكيين في أمريكا وهي حركة اجتماعية كبيرة في الولايات المتحدة تناضل ضد هذه الظروف وتتحدى الاقتصاد الاستخراجي والاستغلالي والرأسمالية الاستغلالية بالنسبة إلي هذه هي الطريقة التي تساعدني على الهرب من خطري أن أتقوقع في التنظير الأكاديمي أو أن أتقوقع في المؤسسات التي أنتم إليها برأيي إذن من المهم أن تكون لدينا جذور أو امتدادات اجتماعية ومجتمعية وأن نشارك في النضال الذي يهدف إلى تفكيك هذه القوى القامعية هناك عدد كبير ومتنوع من الأنشطة التي يمكن أن نلتزم بها والتي تجسد على أرض الواقع ما نطمح إليه مثلا النضال من أجل العدالة في مجال الإسكان أو مثلا حملات التوعية البيئية التي تتسع في البلايات المتحدة وأيضا على الصعيد الدولي كيف بإمكاننا إذن أن نناضل من أجل صفقة ردكالية جديدة وهذا خطاب يتجسد بالسياسات ولكن أيضا بالممارسات العملية شكرا تي جي على هذه الإجابات الملهمة على أسئلة مهمة جدا نشكرك على محاضرتك وعلى كل إجابتك وأود أن أشكر سيرين ونيلا على الترجمة الفورية الممتازة إلى اللغة العربية وأشكر كذلك دارة الفنون بكامل فريقها وأشكر كل المشاركين معنا ونتطلع إلى لقائكم مجددا في ندوتنا التالية شكرا كريم وبدوري أشكر المترجمتين وأمل أن لا أكون قد تحدثت بسرعة كبيرة وقد استمتعت كثيرا بالأسئلة التي طرحت شكرا لكم لدعوتي شكرا لك شكرا لكم